كيف ينحن المؤمن للخلق وهو على الحق ومع الحق الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسشهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم أيها الإخوة الكرام ألا تقرؤون يوم الجمعة سورة الكهف هؤلاء الفتية الضعاف الذين جابه ملكا جبارا وقوما شديدي التعصب غلاظ القلوب مع قلة عددهم وانعدام الحول والطول منهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشططه هذا الذي يقرأ القرآن ولا يتدبر آياته هذا الذي يقرأ القرآن ولا يعقل معانيه هذا الذي يقرأ القرآن ولا يستنبط الحقائق والمواعظ والعبر هذا الذي يقرأ القرآن هو في واد ومضلون القرآن في واد هذا كأنه ما قرأ القرآن أيها الإخوة الكرام العنصر الأول من عناصر قوة المؤمن إيمانه بالله وتوكله عليه العنصر الثاني من عناصر قوة المؤمن اعتقاده الجازم أنه على الحق وأنه يسعى لهدف قامت من أجله السماوات والأرض لا لشهوة عابرة ولا لهدف مادي ولا لنزوة طارئة العنصر الثالث من عناصر قوة المؤمن إيمانه بالخلود مخلوق لجنة عرضها السماوات والأرض إن عمره في الدنيا عمر تافه وخطير في وقت واحد إذا أمضاه في اللهو واللعب حتى لو أمضاه في المباحات فهو عمر تافه لأنه سريعا ما ينقضه سريعا ما يأتي ملك الموت سريعا ما يصعق الإنسان حينما يغادر الدنيا يغادرها من كل شيء إلى لا شيء الإنسان في خسارة محققة مضي الزمن وحده يحقق له خسارة فإذا آمن الإنسان بالدنيا وحدها فهو أكبر مقامر وأكبر مغامر لأن كل مكتسباته في الدنيا وكل إنجازاته فيها منوطة بدقات قلبه فإذا توقف القلب لسبب أو لآخر إنهارت كل أهدافه وضاعت منه كل مكتسباته والدنيا الذي جمعها في ستين عاما يخسرها في ثانية واحدة لذلك ترى أن غير المؤمن خائف دائما يخشى الموت ترتعد فرائصه لا من الموت بل من لوازم الموت حتى أن قراءة القرآن لأنها تقترن في ذهنه في التعازي يكره قراءة القرآن من شدة خوفه من الموت لأنه آمن بالحياة الدنيا فقط وهذه الحياة الدنيا تتناقص كلما امتد بك العمر بعفت قدرتك على الاستمتاع بالحياة والزمن أيها الإخوة ليس في صالح الكافر لأن الزمن يقربه من نهايته المحتومة يقربه من أجله يقربه من الحساب العثير لكن المؤمن الزمن في صالحه لأنه يقربه من هدفه الكبير يقربه من عرسه الحقيقي يقربه من رضوان الله عز وجل فإيمان الإنسان بالخلود أحد أسباب قوته حياته الحقيقية ليست هذه الأيام المعدودة في الأماكن المحدودة إنها حياة الأبد إنما ينتقل الإنسان من دار الفناء إلى دار القرار من دار التعب إلى دار الراحة من دار التكليف إلى دار التشريف من دار التعب والنصب إلى دار السرور من دار العمل إلى دار الجزاء أيها الإخوة الكرام خبيب بن عدي أحد أصحاب رسول الله وقع أثيرا في يد قريش وأرادت قريش أن تنتقم لقتلاها في بدر أرادت أن تقتله صلبا علق على الحائط أو على جذع نخلة وقبل أن تلقى عليه السهام سؤل أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت في أهلك معافة فقال هذا الصحابي الجليل والله ما أحب أن أكون في أهلي وولدي وعندي عافية الدنيا ونعيمها ويصاب رسول الله بشوكة هذا هو الإيمان إيمانه بأنه قادم على جنة عرضها السماوات والأرض هو أحد أسباب قوته المؤمن قوي لأنه يؤمن بالله عز وجل ويتوكل عليه المؤمن قوي لأنه يؤمن أنه على الحق المبين على الطريق الصحيح نحو الهدف الصحيح يفعى لهدف قامت من أجله السماوات والأرض هذا أحد أسباب قوة المؤمن والسبب الثالث إيمانه بأن هذه الحياة الدنيا لهو ولعب وزينة وأن الآخرة هي الحياة الحقة يا ليتني قدمت لحياتي هكذا يقول الرجل حينما يشارف الموت يا ليتني قدمت لحياتي أي حياة هذه عاش حياة دنيا وهو مقبل على حياة عليا لكنه خسرة أيها الإخوة الكرام أحد أسباب قوة المؤمن إيمانه بالقضاء والقدر فالإيمان بالقضاء والقدر يذهب الهم والحزن لكل شيء حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وما أصابكم من مصيبة فبإذن الله لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو أن الأمة اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك الأمر كله بيد الله هو المعطي وهو المانع هو القابض وهو الباصط ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن الأمر كله بيده إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه أيها الإخوة الكرام حينما يؤمن الإنسان إيمانا كإيمانه بوجوده أن حياته لا يستطيع أحد دون الله أن ينهيها وأن رزقه لا تستطيع جهة مهما كبر شأنها أن تمنعه من أين يأتي القلق قلق الناس جميعا على حياتهم وعلى أرزاقهم حينما يتوهمون أن ما سوى الله يمكن أن ينهي حياتهم أو يمكن أن يقفع أرزاقهم تضعف نفوسهم يأتي النفاق يأتي التزلف يأتي التملق يأتي أن يفعل الإنسان بخلاف قناعته هذا كله من أسباب الشرك بالله وعدم الإيمان به أما إذا أيقنت أن كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا رفعت رأسك ولم تأخذك في الله لوم تلائم لذلك حينما لذلك حينما وصف الله الدعاة إلى الله كان من الممكن أن يصفهم بعشرات الصفات المتحققة فيهم ولكن الله سبحانه وتعالى اكتفى بصفة واحدة جامعة مانعة هذه الصفة لو أنها تخلفت لألغي الموصوف قال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله لأن هذا الذي يدعو إلى الله لو أنه خشي غير الله فتكلم بالباطل وسكت عن الحق ماذا بقي من دعوته إلى الله انتهت دعوته كلها وانتهى معها وأصبح في ملف النسيان أيها الإخوة الكرام علينا أن نطيع الله عز وجل كما أمرنا وهو يرزقنا كما وعدنا امرأة صحابية حينما انطلق زوجها إلى الجهاد أراد بعض المنافقين أن يبعفوا عزيمتها ليحملوا زوجها ليحملوها على أن تثني زوجها عن الجهاد في سبيل الله قالت زوجي عرفته أكالا ولم أعرفه رزاقا فإذا ذهب الأكال بقي الرزاق هكذا قالت هذه الصحابية الجليلة صحابي آخر أراد منافق أن يثنيه عن بذل روحه في سبيل الله فقال عليه أن نطيعه كما أمرنا وعليه أن يرزقنا كما وعدنا أيها الإخوة الكرام هذه الحقيقة في القرآن الكريم دقيقة جدا أنت كمؤمن عليك أن تطيعه وعلى الله الباقي بل الله فاعبد وكن من الشاكرين عليك أن تطيعه فقط لأن الآمر هو الضامن الآمر ضامن ما دمت قد أطعته فعلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقك وأن ينصرك وأن يدافع عنك وأن يحميك وأن يحفظك لذلك الآية الكريمة بل الله فاعبد وكن من الشاكرين بل تفيد الإضراب تنفي ما قبلها وتثبت ما بعدها عليك أن تعبده ثم تأتيك الخيرات من كل جانب إذن عليك أن تشكره وانتهى الأمر يا موسى إني استفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين معنى نفسه خذ ما آتيتك وكن من الشاكرين إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه أيها الإخوة الكرام العنصر الأخير من عناصر قوة المؤمن الأول إيمانه بالله وتوكله عليه الثاني إيمانه بالحق أنه على الحق المبين والثالث إيمانه بالخلود وأن حياته الدنيا ليست بشيء إذا قيثت بالحياة الأبدية والرابع إيمانه بالقضاء والقدر لكل شيء حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه العنصر الأخير من عناصر قوة المؤمن أخوة المؤمنين قال تعالى إنما المؤمنون إخوة المؤمن ليس وحده في الحياة يشعر بيقين أنه لإخوانه وأن إخوانه له وأن مجتمع المؤمنين كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وأن المؤمنين في تعامنهم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا شعورك أنك لست وحدك في الحياة هذا شعور مسعد شعورك أن المؤمنين جميعا بكل إمكاناتهم وقدراتهم وطاقاتهم في خدمتك إذا تعثرت هذا الشعور يرفع معنويات المؤمنين هذا الشعور يشهد المؤمن بقوة كبيرة أن تشعر أن مجتمعا بأكمله معك يقدم لك كل ما في إمكاناته كلما ضعفت الأخوة الإيمانية ضعف المجتمع وتفتت وصار كالخرقة البالية وكلما قوي شعور مؤمنين بأنهم جميعا لكل واحد منهم وأن كل واحد منهم للمجموع هذا التعاون قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان هذا الشعور أيها الإخوة هو الذي يرفع من قيمة المؤمنين ويبث فيهم القوة والاندفاع نحو تحقيق أهدافهم فالمؤمنون أيها الإخوة يعينون أخاهم إذا حضر ويحفظونه إذا غاب يواسونه عند الشدة يؤنسونه عند الوحشة يأخذون بيده إذا عثر يدعمونه إذا ضعفت قوته يجب أن نعتقد أيها الإخوة أن القوة على قدر الإيمان وعود على بدء لو عرفتم الله حق معرفته لزالت بدعائكم الجبال وفي تاريخ السلف الصالح آلاف القصص آلاف القصص التي تؤكد أن المؤمنة حينما يتعرف إلى الله وحينما يستقيم على أمره وحينما يخلص له يصبح قوة يحسب حسابها ويرهب شأنها أيها الإخوة الكرام إذا كانت الأهداف كبيرة وبيننا وبينها مسافات شاسعة فلابد من أن نستعين بقوة تدعمنا وتدفعنا وتحفظنا وتدافع عنا وتنصرنا إنها قوة الله عز وجل أما إذا اختل الإيمان إذا كان إيمانا تقليديا إيمانا عفويا إيمان العجائز كما يقولون شهواته مستعرة وسلوكه منحرف وأعماله ليست وفق منهج الله عز وجل والشرك مستحكم في قلبه يرى كل الناس أقوى منه وعلاقته بالدين علاقة أسطورية أو علاقة تقصية إن صح التعبير علاقة عادات ورثها عن آبائه وأجداده فمثل هذا المجتمع الذي يحسب على الناس مؤمنا هو ليس بمؤمن مثل هذا المجتمع الذي لا يقام الإسلام في البيوت ولا في الأعمال ولا في العلاقات هذا المجتمع محسوب على العالم أنه مجتمع مسلم ولكن الله لا ينصره وكأنه قد تخلى عنه لأنه أين الالتزام أين التطبيق أين إسلامك إن لم يظهر في سروقك إن لم يظهر في علاقاتك في تجارتك في بيعك في شرائك في بيتك في دكانك في مكتبك في عيادتك في معملك في حرفتك الإسلام سروق الإسلام التزام الإسلام نظام الإسلام دستور فما لم نأخذ به فلا يحق لنا أن نطالب بما لنا علينا أن نؤدي ما علينا قبل أن نطالب بما لنا علينا أن نؤدي ما علينا قبل أن نقصب من الله ما وعدنا به مرة ثانية وثالثة ورابعة أقول ربنا عز وجل حينما قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنى هذا وعد الله عز وجل الاستخلاف والتمكين والتأمين ثم يقول الله عز وجل يعبدونني يعني هؤلاء المؤمنون لا يستحقون هذه الوعود إلا إذا عبدوني فإذا أخلى الفريق الثاني بما عليك كان الله عز وجل في حل من وعوده الثلاث هذا ملخص الملخص إذا أردتم نصر الله عز وجل إذا أردتم أن تزول بدعائكم الجبال إذا أردتم أن يكون الله معكم بالحفظ والتأييد والنصر والتوفيق إذا أردتم أن تقطفوا ثمار الإيمان إذا أردتم أن تشعروا أن الإيمان عطاء عظيم إذا أردتم أن تشعروا أن الإيمان شيء لا يقدر بثمن عليكم بطاعة الله ولا تنسوا أن المقياس الوحيد الوحيد الذي يرفع الإنسان عند الله قد يرتفع الإنسان عند الناس بماله قد يرتفع بشهاداته العليا قد يرتفع بوسامته قد يرتفع بذكائه قد يرتفع بعشيرته قد يرتفع بجمعه الذي حوله هذه كلها مقاييس البشر ولكن ما مقياس خالق البشر ما الذي يرفعك عند الله إنها طاعة الله وحدها قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وانتهى الأمر إن أكرمكم عند الله أتقاكم استمعوا أيها الإخوة لقول سيدنا عمر حينما خاطب سعد بن أبي وقص وهو خال رسول الله الذي كان إذا دخل على النبي داعبه وقال هذا خالي أروني خالا مثل خالي وكان عليه الصلاة والسلام في بعض الغزوات قال قولا ما قاله إلا لسعد بن أبي وقص قال ارمي سعد فداك أبي وأمي ومع ذلك قال له سيدنا عمر يا سعد لا يغرنك أنه قد قيل خالي رسول الله فالخلق كلهم عند الله سواسية ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له أيها الإخوة الكرام مرة ثانية حجم قوتك بحجم إيمانك بالله وتوكلك عليه وكونك على الحق المبين وكونك تؤمن بأن هذه الحياة الدنيا تافهة وأن الآخرة هي الباقية وإيمانك بالقضاء والقدر عندك شيء حافظ عليه ليس هناك من إنسان إلا وعنده قدر من النجاح ينبغي أن يلتفت إليه ثانيا أيها الإخوة من وسائل دفع القلق انظر إلى واقعك بعين الرضا ارضى عن الله يقول الله عز وجل رضي الله عنهم وارضوا عنه ارضى عن الله فيما أقامك في كل ما أقامك في كل الحبوض التي منحك إياها ارضى عن الله في واقعك إن كانت بالإمكان أن تحسن واقعك فافعل أما إذا بذلت المستطاع ولك واقع لا يتتجاوزه فارض به رجل يطوف حول الكعبة يدعو ويقول يا رب هل أنت راض عني فكان وراءه الإمام الشافعي قال يا هذا هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك قال له سبحان الله كيف أرضى عن الله وأنا أتمنى رضاه فقال الإمام الشافعي إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله عز وجل اقبل واقعك اقبل إمكاناتك اقبل من حولك هؤلاء قدرك الرضى يسبب السعادة ويبعد القلق أيها الإخوة الكرام لا تقفوا على أنفسكم إن لنفسك عليك حقا لا تحملها فوق ما تطيق لا يعني أن تستسلم ولا يعني أن تكون شقيا هذا مما يدفع القلق لكن هذا لا يمنع أن تكون طموحا من أروع ما قاله سيدنا عمر بن عبد العزيز قال إن لي نسا تواقة تاقت إلى الإمارة فلما بلغتها تاقت إلى الخلافة فلما بلغتها تاقت إلى الجنة مرة ثانية أيها الإخوة ما منا واحد إلا وقد حقق قدرا من النجاح هذا القدر من النجاح ينبغي أن يشكر الله عليه ينبغي أن يستوعبه ينبغي أن يستمتع به ينبغي أن يحمده يحمد الذي أعطاه هذا النجاح لذلك من أوتي القرآن فظن أن أحدا أوتي أكثر منه فقد حقر ما عظمه الله وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة إذا كنت قد اهتديت إلى الله قد طبقت شرع الله عز وجل أنت على عقيدة سليمة فهذه نعمة عمى يستقر إليها معظم المسلمين في البلاد من علامات الرضا عن الله أنك لا تحقد على أحد من الناس فالله عز وجل فضله واسع وعميم فالزوجة التي ترى أختها لها زوج غني ينبغي أن لا تحقد عليها ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء المسلقة إذا قابلت زوجة سعيدة ينبغي أن لا تحقد عليها فضل الله عظيم يؤتيه من يشاء البنت التي خصبت أختها ولم تقطب ينبغي أن لا تحقد عليها الحقد والحسد من علامات ضعف الإيمان شيء آخر لا تعش الماضي أبدا ما مضى فات الندم على الماضي والحديث عن الماضي وما فاتك فيه من فرق هذه كلها متاعب لا تقدم ولا تؤخر ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها يرى أن ابن حزم رحمه الله تعالى نظر إلى الناس مسلمهم وكافرهم برهم وفاجرهم عربهم وعجنهم فقال رأيتهم قد أطبقوا واتفقوا على أمر واحد هو أنهم جميعا على مطلب واحد يتعلقوا بمدافعة الهموم وإزالتها عن نفوسهم أنا أعبر عن هذه الفكرة بالعبارة التالية من ستة آلاف مليون في بني البشر ما منهم واحد إلا ويتمنى السلامة والسعادة هذا مطلب ثابت لكل بني البشر ابن حزم رحمه الله تعالى ثم قال ثم بحثت عن سر ذلك وعن أعظم ما يتحقق به دفع الهم والغم فلم أجد أعظم من عبادة الله تعالى ومن محبته والانطراح بين يديه فعلمت بذلك أن هدي الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام قد احتوى على طرد الهموم في الدنيا وفي الآخرة لأن الله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه لذلك قالوا توقع المصيبة مصيبة أكبر منها أنت من خوف المرض في مرض من خوف الفقر في فقر توقع المصيبة مصيبة أكبر منها أيها الإخوة الكرام من علامة استقامتك على أمر الله أنك بعيد عن القلق للمستقبل وعن الخوف منه وعن النذن على ما مضى بدليل أن الله عز وجل يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا لا تخافوا من المستقبل ولا تحزنوا على الماضي ففي آية واحدة غطي الماضي والمستقبل ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون قال بعض الحكماء دعي المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البالي ما بين غنضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حالي أحد العلماء قال باق بي أمر أوجب لي هما وغما لازما دائما وقد أخذت أبالغ وأفكر كيف أتخلص من هذا الأمر بكل حيلة وبكل وجه فما رأيت طريقا للخلاص منه ثم عرضت لي الآية الكريمة ومن يتق الله يجعل له مخرجا فعلمت أن التقوى سبب للمخرج من كل هم وغم أيها الإخوة الكرام لو ألقينا نظرة سريعة على تاريخ هذه الأمة لقد بلغت ذروة صعودها في قرون الخيرية التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقد بشر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى لا يهلك هذه الأمة هلاك استئصان ولكن هلاك ضعف تضعف وتقوى تكبو وتقف تضعف وتقوى تكبو وتقف لذلك يقول عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خبلهم ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله يبعث على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة أمر دينها أيها الإخوة في أيام الأزمات الحالكات قد ينسى المتلم خصائص هذا الدين العظيم هذا الإسلام أيها الإخوة الذي شرفنا الله به وأكرمنا به هو الدين الخاتم هو آخر صلة بين السماء والأرض هو المهيمن على جميع الديانات والرسالات قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هذه الأمة التي ننتمي إليها تملك منهجا وحيدا صحيحا لم تمتد إليه يد البشر بالتزوير أو التحريف وقد تكفل الله عز وجل بحفظ هذا الدين وهذا الدين هو الوحيد القادر على إصلاح ما فسد في حياة البشرية جمعا هذه الأمة التي ننتمي إليها تمتلك المنهج الوحيد الذي له رصيد من التجربة لقد طبق هذا المنهج وبلغت به هذه الأمة أوجى العلياء والتفوق هذه الأمة من خصائص منهجها أنها قادرة على استيعاب غير المسلمين داخلها وفق معايير منطقية ومقبولة وقابلة للتصديق ليس على أساس التناقض والتباضي والكيل بمكالين فالتقوى أساس التفاضل بين المسلمين والبر والإحسان أساس التعامل مع غيرهم التقوى أساس التفاضل بين المسلمين والبر والإحسان أساس التعامل مع غيرهم أيها الإخوة الكرام هذه الأمة لا ترى الدنيا هي كل شيء كغيرها من الأمم الدنيا مزرعة الآخرة هذه الدنيا يعطيها الله لمن يحب ولمن لا يحب ولكن الآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل ما هي مصادر قوة هذه الأمة؟ هذه الإيجابيات غفل عنها المسلمون مصادر قوة هذه الأمة الله عز وجل سبحانه وتعالى أكبر وأعزه من أن يتخلى عن عباده المؤمنين لقد اتصف الله سبحانه وتعالى بكل صفات الكمال والعزة والقهر والقوة والجبروت بيده مقاليد الأمور إليه يرجع الأمر كله هو الذي إذا أراد شيئا أن يقول لك كن فيكون هو الذي يغير ولا يتغير يحيي ويميت هو المعز وهو المذل إن تنصروا الله ينصركم يجب أن يكون الأمل معقودا على الله وحده ومن إيجابيات هذه الأمة أن الكتاب والثنة ما إن نتمسك بهما فلن نضل بعدهما أبدا من خصائص هذه الأمة أن المنهج الإلهي منهج كامل شامل واقعي وسطي مرن عالمي رباني متوازن يلبي نداء الفطرة ولا يتصادم معها وهو الذي طبق في حياة البشر فحلق بهم في سماء المثل والقيم وأحاصهم بأخلاقيات ومحاس لم ترى البشرية نظيرا لها أيها الإخوة قرأت قصة عن سفينة غلقت ونجى بعض ركابها بقارب نجاة وكانوا يزيدون عن خمسين إنسانا من أجل التقاتل على الماء المحدود في هذا القارب قتل بعضهم بعضا ولم يطل منهم إلا إثنان إلى الشاطئ أما في تاريخ هذه الأمة أربعة جرحة على وشك الموت فجاء من يسقي أحدهم فأشار إلى أخيه لعله أحوج مني إلى الماء فانتقل إلى الثاني فأشار إلى أخيه فانتقل إلى الثالث فأشار إلى أخيه ثم مات الثالث عاد إلى الثاني فرآه قد مات وعاد إلى الأول فرآه قد مات هذا المجتمع الإسلامي في خصائص كبيرة جدا من ضعف المسلمين اليوم ومن تكالب أعداء المسلمين عليهم كأنهم غسلوا عن خصائص دينهم أيها الإخوة الكرام من عوامل قوة هذه الأمة أنها أمة واحدة ربها واحد إلهها واحد نبيها واحد قرآنها واحد مبادئها واحدة قيمها واحدة أيها الإخوة من عوامل قوة هذه الأمة أنهم يقتربون من ثلث سكان الأرض ويحتلون أهم المواقع الجغرافية وبيدهم ثروات طائلة هذه كلها إيجابيات هذه الأمة أيها الإخوة الكرام ولا يسعني في الحديث عن قيمة هذه الأمة وعن قيمة دينها ومبادئها أن هذا العالم الذي هداه الله إلى الإسلام في أمريكا وقد زار بريطانيا وقد زار بريطانيا والتقى بالجالية الإسلامية فقال أنا لا أصدق أنه في المدى المنظور يستطيع العالم الإسلامي اللحاق بالغرب لاتساع الهوة بينهما ولكنني مؤمن إيمانا قطعيا أن العالم كله سيركع أمام أقدام المسلمين إذا أحسنوا فهم دينهم وأحسنوا تطبيقه وأحسنوا عرضه لأن في هذا الإسلام العظيم خلاص البشرية إن البشرية الآن تتخبر لا المادة أسعدتها ولا الجماعية أسعدتها ولا الفردية أسعدتها ولا الشرق أسعدها ولا الغرب أسعدها ولا الخرافة أسعدتها ولا الملذات أسعدتها إن كل المبادئ الوضعية هي في الوحل الآن ولم يبق في ميدان المبادئ والقيم إلا الإسلام مع أن الإسلام يحارب في كل بقاع الأرض أيها الإخوة الكرام هناك مرض خطير ذكره الله في القرآن الكريم اتصف به بعض أهل الكتاب يقول الله عز وجل ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله يعني حالة مرضية أن الإنسان يتحمس إلى شيء لا يستطيعه لكنه يغفل عن حجم صدقه وعن حجم إسراره وعن حجم قدرته إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين تمنيات المسلمين كثيرة جدا ولكنك إذا وضعتها على المحق تراجع المسلمون عن هذه التمنيات في مجالسهم يتكلمون يتصايحون ينظرون يقيمون يتراشقون التهم أما السلوك العملي هو المحق فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين فالحديث لا قيمة له والنقد لا قيمة له والتنظير لا قيمة له وأن تنصب نفسك وصياً على المسلمين لا قيمة له الحجمك عند الله بحجم عملك لا بحجم تمنياتك لا بحجم طبوحاتك لا بحجم مركزك حجمك عند الله بحجم عملك الصالح أيها الإخوة وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملك قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منهم أين الاستسلام لله أين رضا بما خصك الله به أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤتى سعة من المال أرأيتم إلى هذه المقاييس التي تحكم هؤلاء قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطا في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم أيها الإخوة هؤلاء القل الذين ساروا مع طالوت أمامهم امتحان آخر هذا الانتحان فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم التمنيات مع الله لا تجدي لا يجدي مع الله إلا أن تكون صادقا لذلك عطاء الله عز وجل ربط بالسعي ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا أيها الإخوة الكرام هذا نموذج بشري في حالات الرخاء نتمنى أن نفعل وأن نفعل فإذا وضعنا على المحك تراجعنا هذا التراجع دليل ضعف النفس فهذا الذي يتبجح ويعلو صياحه قد يكون أشد الناس خوفا حينما تأتي الأزمة الحقيقية أيها الإخوة الكرام مثل آخر من حياة المسلمين قال تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب والمتاع الدنيا قليل هذا مرض متفش في المجتمع الصياح والضجيج والحماس ثم عند المحك الحقيقي التراجع والكمول فينبغي أن نعلم أنفسنا ينبغي أن نحيط علما بقدراتنا ينبغي أن لا نتطاول على أحد ينبغي أن نعرف حجمنا وأن نقف عنده فرحم الله عبدا عرف حده فوقف عنده أيها الإخوة الكرام كأنه يستنبط من أن أشد الناس حماسة واندفاعا قد يكونون هم أشد الناس جزعا وانهيارا وهزيمة عندما يجد الجد يقول بعض الأدباء لي صديق كان من أعظم الناس في عينه وكان رأس ما عظمه في عيني صغر الدنيا في عينيه فكان خارجا عن سلطان بطنه فلا يشتهي ما لا يجد ولا يكثر إذا وجد وكان خارجا عن سلطان الجهالة فلا يتكلم بما لا يعلم ولا يماري في معلم وكان أكثر ذهره صامقا فإذا تكلم بز القائلين وكان يرى ضعيفا مستضعة فإذا جد الجد فهو الليس عاديا يكاد المسلمون يشكلون ظاهرة صوتية ليس غير حماس واندفاع وصوت مرتفع وتهديد ووعيد وإدانة واستنكار وفي النهاية لا يفعلون شيئا هذا مرض اجتماعي أصيب به بنو إسرائيل وقد ذكرت قصتهم وأصيب به بعض المسلمين فحجبك عند الله بحجم عملك الصالح أقلل من الكلام وأكثر من العمل اسأل نفسك كل يوم ماذا قدمت للمسلمين لا ماذا قلت لا ماذا تبجحت ماذا قدمت للمسلمين من عمل لأن الله عز وجل يقول وقل اعملوا فتيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ويقول أيضا ولكل درجات مما عملوا وأروع ما في القرآن أن القيمة التي ذكرت في القرآن وعدت أساس الترجيح بين المسلمين هي قيم العلم وقيم العمل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ولأن العلم طريق للعمل الصالح ثم يقول ولكل درجات مما عملوا فما لم نعتمد في حياتنا العلم والعمل لا يمكن أن نتفوق وما لم يقيم الإنسان فقط بعلمه وعمله لا بحسبه ولا بنسبه ولا بإنجازاته الموهومة فلن يتقدم هذا المجتمع أيها الإخوة الكرام توجيه قرآني دقيق يقول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون يعني أنت حينما تفعل شيئا ويسبب هذا الشيء متاعب لا حصر لها للمسلمين أنت في النهاية ما فعلت شيئا بل كنت سببا في إلحاق الأذى الشديد بالمسلمين فهذا العمل غير المدروس وغير المؤصل بالأدلة الشرعية ربما سبب متاعب لا تعد ولا تحصر أيها الإخوة الكرام حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا فلنتخذ حذرنا الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني والحمد لله رب العالم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة الكرام حقيقة دقيقة أرجو الله أن يمكنني أن أوضحها لكم ما من شيء نهى الله عنه أو نهى رسوله عنه إذا خولف له مضار لا تعد ولا تحفى في الحياة النفسية والاجتماعية هذه الآيات القرآنية التي تتحدث عن الحدود التي ينبغي أن لا نتعداها وعن هذه الحدود التي ينبغي أن لا نصل إليها أن يكون بيننا وبينها هامش أمان هذه لو خولفت لرأيت مفاسل لا تعد ولا تحفى الله عز وجل يقول يصف النساء المؤمنات الطاهرات ولا يبدين زينتهم إلا لبعولتهم أو آبائهم أو آباء بعولتهم أو أبنائهم أو أبناء بعولتهم أو إخوانهم أو بني إخوانهم الزين التي شرحها العلماء التي يمكن أن تبدأ لهؤلاء عبروا عنها بثياب الخدمة يعني الرأس واليدان إلى المرفقين وما تحت الرقبة هذه سماها العلماء ثياب الخدمة فالمرأة أمام أديها وأخيها وابنها وابن أخيها وابن أختها وعمها وخالها ينبغي أن لا تظهر أمامهم بما يزيد عن ثياب الخدمة فإن تكشتفت وإن أبرزت بعض مفاتمها ولو لمحارمها نتج عن هذا أضرار وأضرار لو أنكم مضطرعون على ما يجري من مشكلات يعاني منها المسلمون بسبب عدم تطبيق هذه الآية لها لكم الأمر ولكن كل واحد يعنيه من المجتمع ما هو متصل به أما كثورة سمولية لما يجري في المجتمع هذه حدود الله وحينما يفهم المؤمن أن هذه الحدود هي حدود لسلامته وليست حدودا هي ضمان لسلامته وليست حدا من حريته يكون فقيها وإذا أحب الله عبدا فقهه في الدين من علامات الفقه في الدين أن ترى أن حدود الله ليست حدودا لحريتك ولكنها ضمان لسعادتك فكل الحراف في البيوت أو بين الأقارب أو بين النساء أنفسهم لأن عورة المرأة على المرأة كعورتها على محارمها بالضبط فما لم تراعى هذه الحدود في عورة المرأة على محارمها وعلى بنات جنسها فإن مفاسدة لا تعد ولا تقصى قد تتفجر من هذا التقصير والأمثل أيها الإخوة كثيرة جدا لا تعد ولا تقصى والحمد لله رب العالمين وعلى بناتك ترجمة نانسي قنقر